طيب هنروح على كرة السلة الخبر طبعا والستوديو التحليل اللي عملنا يوم السبت وامبارح لقاء مستر أجوستي بوش مع الكابتن الكبير إسلام الشاطر في البيت الكبير وتابعناه كلنا وشفنا قد إيه مستر أجوستي يعني صاحب شخصية مش بس فنية في الملعب وإدارة فنية جيدة لأ شخصيته الحقيقة لما قربنا وشفنا الحوار يليك بالنادي الأهلي وطبعا شخصية مش شخصيات اللي تنجح في النادي الأهلي والحقيقة كان مجلس إدارة مبارح كمان كرم الفريق من الساعة خمسة للساعة سبعة في مقارب ده طبعا لقطات من التكريم ومستر أجوستي بوش بياخد طبعا دروع التكريم من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي حرس على تكريم الأبطال فورا يعني البطولة خلصت السبت مبارح كانوا بيتكرموا خدوا راحتهم طولة الغنام وكابتن رقوف عبقادر يعني مجلس إدارة بالكامل كان موجود كل الحقيقة المجموعة مودي الجرحي كابتن الفريق كل مجموعة كرمت بس الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا أنه المكسب الحلو اللي حسب تويت القاهرة وبعدية بطولة عربية أكيد مستر أجوستي بوش كان ليه بصمة كبيرة طبعا ولكن ده كان نتيجة عمل ومجهود كبير هنقول مثلا مجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيم منذ تولين المسئولية وهو وفر لكرة السلة ومش سلة بس كل ألعاب في النادي جماعية وفردية كل الإمكانات المتاحة لتفوق هذه الألعاب المكسب جاء نتيجة صفقات دعم بها مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار سنتين وثلاثة بيدعم بيهم عندنا أهب أمين عمر طارق عمر الجندة مش حسن سحاد النهاردة عمر عزب مروان سرحان اللي اتنين أمريكاني النهاردة تومسون وفاكوادي يعني كل الصفقات دي لا ما كانتش هتتم إلا بدعم مجلس الإدارة ولا أنا غلطان طيب مش هلنسى دور الجهاز الفني السابق كابتن قشف توفيق اللي بانى وضم مجموعة من اللاعبين اللاعبين اللي انضموا دون بلاء على ترشيح فني منه ودي طبعا لقطات للمبرارات النهائية والتسليم الجوائز ودي كاس أحسن جارد خدها أو أحسن شوتين جارد خدها هاب أمين هاب أمين خاك كسين أحسن شوتين جارد وأحسن لعب البطولة طيب زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الفني السنة اللي فاتت عمل مجهود عشان يضمه اللاعبين دول فعمرنا ما هننسى أبدا فضل الجهاز الفني السابق بقادة كابتن قشف توفيق في بناء هذا الفريق وزي ما قلت لحضراتكم في البداية طبعا مجلس الإدارة فإذا اللي حضراتكم شايفينه ده هو نتيجة جهد سنتين تلاتة عشان نعتلي قمة البطولة العربية أو الشقاء العرب نبقى أبطال عرب وبطولة القاهرة قبلها بمكسب مريح مع نادي الجزيرة إذن طيب البطولة اللي احنا خدناها دي دي بداية كويسة ولكن خلينا أتكلم في حاجة احنا عندنا لسه بطولات كتيرة ومستر أجوستي مبارح يعني طوى تماما صفحة البطولة العربية وبفكر في بطولة جديدة كمان يومين بطولة المرتبط وهولي حضراتكم بالتفصيل في الأخبار معنا بيفكر في البطولة اللي بعد كده مش عايزين نبالك في الأفراح وننسى أن احنا عندنا بطولة قوية جاية بطولة المرتبط احنا طمعانين ويعزي ما بيقولوا جعانين بطولات مع كورة السلة وإن شاء الله ده هيحصل بس عايز يعني أشير لشيء فيه ناس كتير على سوشيال ميديا كاتبة بتقولك هو ليش معنى لا يشارك في البطولة العربية التحاد السلة مثلا ليه ما وفقش للزمالك مثلا أنه يشارك في البطولة العربية أولا أنا حيب أرد لأن طبعا للأسف بيبقى فيه المعلومة لما بتغيب بيكثر الاجتهاد والاجتهاد ده بيروح في منطقة للأسف احنا ما بنحبهاش ودايما بنوضح ومنحط الحياة كلها قدام الجمهور والجمهور اللي يحكم التحاد السلة عشان يدمن انتظام بطولته بشكل كبير قالك أن أنا مش هسمح ده في البداية مش أنا اللي بقول للتحاد السلة اللي قال مش هيسمح غير لكل فرقة أنه تشارك في بطولة واحدة يعني اللي هيشارك في أفريقيا يشارك أهلا بيه اللي مش هيشارك في أفريقيا يشارك فيه البطولة العربية برضو أهلا بيه ودي نتيجة أنه عايز أو كلامه ده عشان عايز يحافظ على انتظام البطولة حقه كاتحاد بيبص على مصلحته ومصلحت لعبته فالنادي الأهلي مش مشارك في بطولة أفريقيا نادي الزمالك مشارك في بطولة أفريقيا تصفيات أفريقيا اللي تكون في القاهرة واللي هو فيه يعني سبقة جديدة جدا يعني أن وزارة الشباب ورياضة هل تستضيف أو تساهم في استضافتها تصفيات أفريقية اللي هي البال الأفريقية فالزمالك مشارك في التصفيات فإذا الزمالك خلاص بالدفولت اختار أفريقيا الاتحاد منظم البطولة منظم البطولة عربية إذا هو بيلعب في البطولة العربية مش بصفته وصيف أو بطل لا بصفته منظم البطولة هنبص بعد كده المين الزمالك خلاص راح وصيف الدوري بطل الكاس ووصيف الدوري اللي هو الاتحاد شارك كمنظم في البطولة العربية لم يتبقى غير نادي الأهل فلما النادي الأهل أبدأ رغبته في المشاركة البطولة العربية تحدي السلة وفقله وبعت بمشاركة النادي أهل والأهل وصيف بطول الكاس مصر فهو ما فيش غير كي يعني خلاص هم دول التلاتة بطل ووصيف بطل دوري وصيف يعني بطل دوري وصيف بطل كاس ووصيف دوري وصيف كاس ومش حاجة بقى تانية فعشان كده الاتحاد سكنداري شارك بصفة منظم والأهل يشارك وكان الحمد لله من نصبنا أن احنا ناخد البطولة دي إيجابتنا على الكلام الكتير اللي بيحصل في سوشال ميديا ولما بتغيب المعلومة الحقيقة بيكثر الاجتهاد وللأسف الاجتهاد دايماً بيروح في حتة مش من الكل من البعض الحقيقة أنه بيروح في حتة أهلي وزمالك والاتحاد بيساند الأهلي لا هي دا الوضع وما فيش أي مسنة من أي شيء وبالعكس دا الناس كلها قالت لك الأهلي مش هشارك جهاز فني جديد شهر ونص مش هلح يعمل حاجة ولكن الجهاز الفني خد الرزق وخد المبادرة وشارك وفي فعلك هتوجي تنظر وسليمة أنه يفوز بهذه البطولة ترجمة نانسي قنقر